بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نتابع قراءتنا في هذا الكتاب المهم بعنوان كيف نتعامل مع القرآن وهي مدارسة أجراها الأستاذ عمر عبيدة حسنة مع الشيخ محمد الغزالي وقد سأله السؤال التالي كيف يمكن لنا أن نحدد الشروط اللازمة للشهود الحضاري من خلال وضع منهج للفهم جديد للتعامل مع القرآن يكون نتيجة الاستقراء الواقع والحاجة والمعاناة التي يعيشها المسلم اليوم وذلك باعتبار القرآن هو النص الخالد المجرد من حدود الزمان والمكان والمجمع عليه من قبل المسلمين كلهم إذن بإجازة السؤال يسأل عن كيفية التعامل مع القرآن وبدأ الشيخ الغزالي إجابته بالإشارة إلى آثار هجر القرآن واليوم نقرأ في فقرة بعنوان العودة إلى القرآن وفقرة تانية بعنوان حسن استثمار مرحلة الطفولة للحفظ يقول الشيخ الغزالي أرى أنه لا بد أن نعود لدراسة القرآن وتلاوة القرآن عندنا مطلوبة والتعبد بتلاوة القرآن كان لاستبقاء الوحي الذي صانه الله في الإسلام بينما ضاع الوحي القديم بالإهمال والتداخل مع التراجم وبأشياء كثيرة نحن أمرنا أن نتلو القرآن لكن كما قلت يستحيل فصل المعنى عن المبنى وهذا تجده في آية التلاوة الوالدة في القرآن كقوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ويتحدث القرآن مرة أخرى عن أن التلاوة هنا هي أساس التوكل وأساس التوجه وأساس صنع النفس البشرية وربما تطلعت الشعوب إلى معجزة أخرى غير هذا القرآن من مثل معجزة تكليم الموتى وتسير الجبال تحرك الناس بطريقة أخرى عندما قالوا ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكن لا فهذا قرآن يكلم الرجال ليعيد صياغتهم يكلم الأحياء ليحقق استجابتهم ويكلم العقلاء ليوجه وعيهم فيجعل منهم أمة تحمل رسالتها وفعلا حملت الأمة رسالتها لأنها فهمت المقصود من إرسال المعجزة الأخيرة وأدركت أبعادها وتدبرت مقاصدها معجزة إنسانية تتصل بإحياء المواهب الإنسانية وتفجير الطاقة البشرية لهذا الخلق وإعادة بناء وتشكيل العقل الإنساني ثم يقول الشيخ غزالي من تجربة الذاتية حفظت القرآن وعمر عشر سنين وبداهة ما كنت أعي منه شيئا بل من اللطائف التي أذكرها أني وأنا أحفظ سورة الإسراء وأقرأ قوله تعالى وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كنت أفهم مثلا أن هناك شيئا كحمام أو غراب يجعل في عنق الإنسان والغريب أن هذه الطريقة في الحفظ لألفاظ القرآن صرفتني عن معاني كثيرة كنت أمر بها ولا أعرفها وأنا كبير أقرأ ولكن لأني حفظت الكلام دون فهم للمعنى أجد نفسي في كثير من الأحيان أمضي دون فهم للمعنى لأن الحفظ كان يغلب على التدبر أو على إحسان الوعي وما بدأت أفكر حتى أكرهت نفسي على أن أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأ وأحمل نفسي على ترك هذه العادة التي وردتها مع الحفظ بل قد يخيل إلي أن بعض الكتاتيب أساءت إلى القرآن من حيث تريد الإحسان ومن ناحية أنها خرجت أشرطة مسجلة ولم تخرج كيانات حية للناس لذلك أرى أنه لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع يقصد موضوع تحفير القرآن في الكتاتيب ناقشت نفسي بعد ذلك وكنت أريد أن أقول لا معنى لأن يحفظ الصغار القرآن الكريم لكني من باب طرح الموضوع وتقليب النظر فيه وهذا شيء لا أحب أن أنفيد فيه بحكم بل أحب أن يشارك الآخرون مع الرأي في هذا المجال عندما أنظر إلى التلفاز وهو يقدم برامج الأطفال التي من المفروض أن تكون مدروسة في جميع النواحي أجد أن العقل يبعد عن البرامج وأجد المستحيلات تعرض على الأطفال كأن المهم هو إشباع الخيال فقلت في نفسي إذا كانت التربية الحديثة تبعد العقل وتتجه إلى إشباع الخيال وتستهوي الأطفال بمثل هذه المناظر وما دام هناك قدر من ترك العقل في تربية الطفل فليحفظ الألفاظ لكن جاءني مرة أخرى تساؤل فما قيمة حفظ الألفاظ إذا كنا سنقتصر عليها ونقدم للمجتمع ببغاوات تجيد إن كانت صيتة موسيقى الأداء وإن كانت غير صيتة تجيد الحفظ العادي وينتهي الأمر أرى أن الأمر يجب أن يطرح وأن يكون موضع مراجعة وحوار ومناقشة وأخذ ورد من قبل متخصصين في التربية وعلم نفس الطفل لأني في الحقيقة كاره لهذه الأشرطة التي تجعل الناس يحفظون ولا ينتفعون وفي الوقت نفسه أحب بقاء واستمرار التواثر القرآني فهل في الإمكان أن يحفظ الطلاب قطعا من القرآن الكريم وأن يقرب لهم المعنى في الوقت نفسه نقف عند هذا الحد ونسترسل إن شاء الله في الحلقة المقبلة زيادة في مناقشة هذه القضية في فقرة جديدة إن شاء الله بعنوان حسن الثثمار مرحلة الطفولة للحفظ وفقرة أخرى تقنيات الحفظ وضرورة استمرار التواثر في المشافة ندعوكم للالتحاق بنا إن شاء الله في الحلقات المقبلة لهذه القضايا الشيقة المهمة التي تعالج قضايا تعامل الناس اليوم السيء مع القرآن وكيف يجب أن نتعامل مع هذا القرآن العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا